قحة وبالعمية قدم روحه قدم صغاره قدم مرته وهذا شنو اللي يقال في التونس الخضراء مزيل هو معناها التصريح اللي عمله مزيل حنا قاسينا منه لأنه طويل هو مباشر ولا مسجل لا لا مسجل مسجل هذا تصريح مسجل مهم مسجل وكان فيديو احنا ما نجوش نعديه الفيديو لأنه على اليوتيوب والأمور هذيك لكن البارح قدم الاعتماد متاعه اليوم اخرج ومشال التوانسة احكا في الفيديو على الاعتبارات الاقتصادية وقال انا جاي باش ننمي الشاركة بين تونس والولايات المتحدة كيفاش تقرأ هالفيديو هذي اللي يعملها انهار معناها انهار وقدم الاعتماد متاعه بشايل بيروه اعمل الفيديو حياتوان ساب اللغة متاحهم وحكاية بزادة بكلمة برشة معنا حكاية بالعربي وحكاية بكلمة برشة كيفاش تشوفها سيخلي العبيد؟ هذي اللي هو السفوار فير امريكان وماتير دو كومينيكاسيون الي هو من اقوى مفهمة في العالم هذو ما ناس يعرفوا يحذر الرواحة ربما هذي سجلوا حتى قبل ما يجيه لتونس في مدنية عندو ربما عندو اسبوع ملي سجلوا ناس تحذر الرواحة وتعمل الخطاب وتسمع معناها المستشارين وتعمل خطاب الي هو خطاب بداي بتقديم نفسه قدم بوه وقدم امه وش كانوا يخد بوه وورا الي هما كانوا ناس بزاة زوالي 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 هموه شوفير تاكار وبوه بوستاجي وبوه بوستاجي وجاي من قرية صغيرة وجاي من قرية صغيرة معناها انا اراني معناها ولد شعب داك انا مشيقول كانوا مترشحة ذايا للانتخابات ومن بعد معناها قال الي هو يعرف العالم العربي ويعرف تونس وزار تونس وكذا وعطاه شوية برنامجه الي هو عادي في تنمية لكن في هذا الكل حب شوية يبعد شوية عاك الازمة اللي صارتها صارتها مومو انا بدي لحب نسلك عالموذوع مجيتش من عدم الحكاية هذية جيت لانه يعرف انه الزخم الشعبي معناها اسمع انه هو جاي وهذا لي قالوا قدم السنة وحكينا فيه كنا الولانيين نحكينا فيه انه جاي بش يرجع الحاكمة الديمقراطية لتونس يرجع الديمقراطية لتونس الحاكمة الديمقراطية جاي زادا بش ينمي العلاقات بين تونس وامريكا على المستوى الاقتصادي وقال زادا سأعمل على التطبيع مع الكيان الصهيوني معناها وقال اسرائيل ولكن مع الكيان الصهيوني وقبلت اوراق اعتماده قبلت اوراق اعتماده شوف تتصور انتي انه كان بالامكان انه يصير عكس هذا صعيب شوية صعيب شوية في الظروف الحالية رغم انه نحن كنا منتظرينه كنا ربما للتصريح متاعه نعرف مواقف الرئيس من التطبيع وكذا معناها شي مناقض البعض لكن تقول انتي كعمل الخطاب هذي ربما حاول يفسخ به الخطاب هذيك لكن لا ميتفسخش الخطاب هذيك لانه الكلو اوركستري دوسات فاسون حتى انا كنقول حاجة ومبعد نقول حتى النقيدي متاح اللي قلت وعمره ميتفسخ تقال سيء تقال وهذا داخل في الانتنسيون وتقال قدام هيئة عليا معناها قدام لسيناة امريكا دونك ظهر اللي معناها توا مش يدخل بطريقة بترايف بترايف كم يقولوا دبلوماسية توا لكن اللي حاشتوا به قالوا قبل ميجي الموضوع زاد اقتصادي ومالي بالاساس خليل العبيدي لانه الولايات المتحدة الامريكية هي من بين اهم الدول اهم دولة معناها اليوم مساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي وخلينا نقولها من الاخر معناها اذا لو كان امريكا قالت ايه تونس تاخذ القرض اذا لو كان امريكا قالت لا تونس ما تاخذش القرض هذية معناها ما جئوا في الوقت هذية والبروفيل متاعوا والكلام اللي قالوا قدام السنة ينجم يسهل عملية الحصول على القرض ولا يصعب عملية الحصول على القرض اليوم جاي ربما بش يقول حسنوا اموركم على المستوى السياسي انا نعطيكم القرض كيفاش النجم ونقراوه ربما المجيء امتاعوا في الوقت هذية شوف ربما ربما له بش يحسنوا له بش يصعب الاكثر الاكثر انه بش يحسن الامكانيات متاع التواصل الى قرض علاش خاطر وجود سافير الامريكي هنا بش يفهم شوية الامور كيفاش قاعدة تمشي وبش يدخل في محادثات مع الاطراف الاجتماعية مع الاسوسيتي سيفيل وبش يكون عنده تواصل مع الحكومة وربما هذية بش يسهل شوية التواصل بين الحكومة التونسية والحكومة الامريكية الي هي كما قلت انت بش تسهلنا التواصل الى الحصول على القرض هذية لكن طوى من ناحية اخرى نعرفوا اللي تونس اليوم الاشكالية مع صندوق النقد الدولي يمتاحها مش في وساطة امريكية المطلوب منها ما نجموش نعملوه في الوقت الحاضر سمحني سيخلي العبيدي اليوم كامريكيا ترضع ليك وتقول لك اعطيه القرض الامور الفنية زي ما بشتعف في السابق ما كانش العملية كاي هاوش عملتنا في السابق امريكيا اعطات ضمان الدولة اي هذا هو اللي عملته بليتو كو دو دير الفون مونيتار عطيه ساسرها مبو ديفيسيل رغم ان هنا متفق معك اللي هي اللي تحكم معناها عندها واحد لكن ما تبشين بالعمل هذي امريكيا لو كانت بتعاون تونس اليوم تعطيه لتونس ضمان الزمان الامريكي للحصول على القرض الوقت اللي تخرج تونس بالسي ا ا ا ا ا ا متاحها توا تخدم بالا ا متاع امريكيا تنجم تاخو بيه قروض في حدود معينة هذي اللي ممكن البيل دير اللي ممكن تعتها امريكا لتونس بليتو كو اه حكاية الصندوق النقد الدولي اللي هو مربوط باتفاقات واصلاحات ربما بش تتأخر شوية لكن في النهاية اه لا مفر من من انجازها لانه انا نرى انه توا الاسلاح الاخير وربما متاع القانون اذاك تسعة وثمانين متاع المؤسسات العمومية في الخضم هذي في القريب العاجل بش يخرش هس فيك متفائل انتي فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي والله يزمني نكون متفائل الحال حقيقة انت تصور انه بعدنا ولا اقربنا ولا ماشيين في الثنية لانه برش عباد زادة معناها تتساءل اليوم هل مش ناخذوا القرض مانيش مش ناخذوا القرض لحكومة شنها اللي عاملت لحكومة مش ما عاملتش بالمناسبة لحكومة ذايا ماذا بها تعمل تلا وتشوفها الكاديكول معناها متاع الكوميونيكاسيون بوليتيك اللي عملها في مني سيد السفير هذيه متاع الولايات المتحدة الماجساء ليش حطوه قدامكم وشوفوا كيفاش مع بعضكم شوفوا كيفاش الناس تكوميونيكي اول ما جاء قال عسلا ما هاني جيت باللغة متاعها مهومة ماذا بكم تعملوا عن الهتالة لانه درس حقيقة في السياسة الاتصالية العمومية شوفها نيس ايجابة على سؤال كانت توقع بش ناخذوا التمويل متاع صندوق النقد الدولي لكن بش يكون الوقت متأخر وموش بش يخرجنا من الازمة اللي فيها طوى حتى كان نحصلوا على التمويل ربما بش نتنعوشوا شوية لكن في فترة قاسيرة وبش نرجعوا في نفس الازمة والمشكلة نكمل بهذاية وانه حتى كان معناها توصلنا الى اتفاق عنا مشكلة كبيرة هو انه الوضعية على المستوى الداخلي وضعية صعبة جدا سياسيا واقتصاديا ومش العركة اللي بش تصير لقدر لسا كان صارت هي اللي بش تحل المشكل وقتها تولي حتى الفلوس معاش تنجم تصلح حتى شيء هذا هو دونك معناها رجاء من كل العقلاء في هذه البلاد انهم يحاولوا يقعدوا على طاولة يحاولوا يلقاوا حل بيناتهم يحاولوا فهم لانه المركب معناها هزا الناس الكل وكان تغرق تغرق بالناس الكل تكساحة سيخليل العبيدي كانت هذي اهم الاخبار الاقتصادية والسياسية سبحونا وخيالنا واصدقانا في السياسة تعرضنا الموضوع ذايا ولكن هام جدا كانت هذي وينما